السلام عليكم و الله و بركاته معرضنا اليوم مع الدرس 11 شرح كتابي المحدثة للدكتور محمود عزت الدرس المهاردة خفيف خالص يتكلم فيه عن التحذير والتحذير اسمه كوشن كوشن المين بوينس تكاير 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 كوشن 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 لما حد محظر حتاول أي كوشن بايبي تكاير بايبي تكاير بايبي اللي حصل في كلمتين بتتاك مع كاير الاولى منتهية بالصوت ك الكلمة التانية بادية بالصوت ك طبعا هنا الاي تعتبر صحيلا اللي بتسموها الماجك اي فعشان الاثنين الاولى والكلمة التانية تقريبا الاولى بتنتهي بصوت التانية بتبدأ بيه فاحنا بنحاول نعمل لواحد فيهم فالغلب ندروب بكل الصوت الاول فنقوله take care كأن الكلمة مش موجودة اخذناه في الناحة التانية take care of yourself baby mind what you are up to 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 I am warning you 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 don't you ever do that again I warn you don't you ever do that again I warn you I warn you I warn you of the risk 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 اخرا يبارة معنا المرضى don't defame me don't defame me don't defame me this is my last word this is my last word I warn you of the risk I warn you I warn you